أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أنها دخلت مدينة التعز اليمنية التي تشهد مواجهات عنيفة وحصاراً وسلمت اللجنة ثلاثة أطنان من الإمدادات الطبية لأربعة مستشفيات بالمدينة وقال أنتوان جراند رئيس بعثة الصليب الأحمر باليمن في بيان أن هذا إنجاز ونأمل أن تتبع عملية اليوم الكثير من العمليات الأخرى وأضاف أن فرق الصليب الأحمر قام بإيصال أدوات جراحية ومواد طبية ويقول الصليب الأحمر أن ظروف المعيشية للمدنيين في المدينة في تدهور مستمر وبحسب تقارير أممية فإن اليمن على شفى المجاعة مع مواجهة أكثر من نصف سكان البلاد أي أكثر من أربعة عشر مليون شخص لخطر الجوع